هناك قال لك منعوك ازاي يعرفوك منين طبعا القطريين ما بيتمنعوش ان هم يخشوا الكعب وما بيتمنعوش اكتر ان هم يسافروا يحلوا عمالوا عمر ما فيش حد بيمنع القطريين فانا عايزكم تتطمنوا ان القطريين يعني مناسكهم وعبادتهم مصانم نمرة اتنين الحصار واللي بيجرى في القطريين انا عايزكم تشوفوا الفيديوهات اللي بنزلها النظام القطري نفسه عن البحبوحة البحبوحة عارفين البحبوحة البحبوحة في العيش جوا قطر ربنا يزيدوا يبارك والله ملح عصد وياكلوا ويمبستوا وشعب القطر على راسنا من فوق ياكلوا ويمبستوا نوري حضراتكم السوق اللي هو الفيديوهات اللي هم منزلين فين الحصار اين الحصار اين الحصار ناس المواني مفتوحة المطارات اي نعم فاضية يعني انا كمان شوية حوالي حضراتكم صور لأحد مراسلين الاجانب لمطار الدوحة حاجة يعني تحزن بس ماشي انما اين الحصار سيانان منزل تقرير عن توفر المنتجات غير الغذائي بعد كده فيه تقرير تاني ده قناة الجزيرة الشقيق زي الفل اظن يعني اماكن استهلاكية اسمها الميرة الميرة فيها كل حاجة زي الفل وادي الزبادي الايرانية او زي الفل يا ست مش هتاكلوا طبعا لانو طعمهم ما يتاكلش انما ماشي بـ 18 ريال والسعودي كان بـ 3 معلن والناس كلهم وما فيش تدافع وما فيش طوابير والناس مطمئنة يعني انا عايزكم تطمنوا عالشعب القطر قول المواطن القطر هو سعيد ومفسود كل المنتجات موجود اه يا عم طب اين الحصار اين الحصار عايز ايه بورتقان البرتقان الاسرائيلي الجميل مالي الرفوف كلها اسرائيلي محترم كان فيه صور لفلفل اسرائيلي محترم كل المنتجات الزراعية الاسرائيلية مالي البرتقان ايه المشكلة وهو وراه الليبتون والنبتون والبيبسي والنبسي وكل حاجة حاجة زي الفل ايه المشكلة انا بس مش عايز حد ايه يبقى انا عارف فيه ناس اخواننا كتير في الخليج وفي مصر قلبهم رقيق وهي دي الموز طبعا لازم بقى فيه موز مالي السوبر ماركت كل حاجة موجودة عشان بس انا عايزكم تطمنوا عالشعب الشعب القطري مش زي الشعب العراقي او الشعب السوري لا خالص الناس عندهم دولة فيها صندوق سيهادي فيها فلوس تقدر تجيب لبن العصفور حتى لبن العصفور موجود وهي دي الموزيع الزميل بتقول كل حاجة موجودة طب انتو اني هنا واحد فيه انتو كل حاجة موجودة ولا تحت الحصار انتو اللي بتقول انا مش جايب حاجة من عنديني ايه دي اوه وادي البضاع الاسرائيلي زي الفل ايه منورة وده مش عايب لان عندك مكتب تمثيل للتجاري الاسرائيلي موجود عندك في الدوحة والناس هناك ما عندهاش مشكلة انها تلقى بضاعة مكتوب عليها اسرائيلي وتاكلوا عاد جدا عاد جدا ايه المشكلة فلفل الاسرائيلي زي الفل وبيتحشي برضو ببيقولش اي عاج فلفل يتعمل محشي جميل جدا محدش بقى اللوم من اخوانا الاسلاميين انتو بتمولوا اسرائيل اسرائيل اللي بتاتل اخوانا الفلسطينيين واقض سألاء واقف الفلاء دلوقتي احنا في واقف الفلاء فلفل الوين جميل كل السلع الاسرائيلية موجود انا برضو مش واقف عنده ان اسرائيلي او فلسطيني او جاي حتى من فين نهاردة المملكة العربية المغربية الشقيقة قررت انها تبعت مواد غزائية لقطر قالك ان ده يعني تعاون اسلامي ولا شيء جميل منه فيش اي مشكلة بفلوس او ببلاش دي مسائل بينهم وما احرار يعني هالقطر تدفع اموال لهذا للاتراك طبعا تدفع هذا للايرانيين طبعا اموال الطع عشرة ماشي انما لا احد مش عايز حد يبقى الان خالص على قطر ما فيش دواء ناقص في قطر ما فيش ميا ناقصة في قطر ما فيش اكل ناقص في قطر ما فيش حد ممنوع من السفر في قطر الموانئ القطرية الطيارات تطلع وتنزل كل يوم فاضية بس ده موضوع تان اللي عايز سفري سافر اه لندن بعدت شوية ايه المشكلة بس فيناها هتوصل لندن يا هاب يا اخي انك رايح امريكا يعني اعتبر ان انت رايح نيويورك كأنك رايح نيويورك اه دي كلها فيديوهات وزارة التجارة القطرية انت عارفين احنا ما بنشتغلش ايه من تحت المكتب كله من فوق المكتب